إذن مستمرون معكم في العالم هذا الصباح وتقديم فقرات جولتنا المحلية حيث أطلقت وزارة الدولة لشؤون الشباب بمشاركة الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركة إيمارك للاستشارات والتدريب برنامج نموذج العمل الشخصي والذي يهدف إلى تصميم خارطة طريق لإعادة تطوير المهنة مما يسهم في تحفيز التفكير الرياضي التفاصيل في هذا التقرير عالمنا سريع التغير بتطوراته التكنولوجية المتلاحقة وتغيراته الاقتصادية والاجتماعية المستمرة وللحفاظ على وجودنا داخله بات من الضروري التكيف مع هذا النسق من خلال تغيير نماذج أعمالنا وسعيا لخلق نواة لمجتمع مهتم بريادة الأعمال تم إطلاق نموذج العمل الشخصي للمرة الأولى في الكويت حيث سيتم تدريب مجموعة من الشباب الطموح في مجال ريادة الأعمال البرنامج هذا برنامج استضاف لأول مرة في الشرق الأوسط وهو من تقديم الدكتور تم كلارك مؤلف كتاب نموذج العمل الشخصي اللي يعتبر من الأدوات المهمة في ريادة الأعمال اليوم وإن شاء الله رح يكون هذا البرنامج عبارة عن ثلاث برامج برنامج للميسرين والمدربين لتأهيل ثلاثين كويتي يدربون الشباب على أدات نموذج العمل الشخصي وأيضا هناك تدريب لخمسين مبادر أيضا يدربون الشباب على كيفية استخدام نموذج العمل لإنشاء مشاريعهم الخاصة وأيضا هناك ندوة جماهيرية للجمهور لتشجيع روح ريادة الأعمال بين الجمهور وهذا البرنامج يعتبر من الأدوات المهمة في ريادة الأعمال نحن اليوم نلاحظ أن كثير من الوظائف بدأت تختيفة من العالم بسبب التطور التكنولوجي ونحتاج إلى أدوات للتطوير الوظيفي ولريادة الأعمال هذا إن شاء الله رح يكون البرنامج الأول اللي يهتم في مثل هذه الأمور في الكويت النموذج الجديد يهدف لتصميم خارطة طريق من تسعة بنود لأعادة تطوير المهنة بما يساهم في تحفيز الفكر الريادي سواء من خلال العمل في المؤسسات الكبرى أو تأسيس عمل تجاري حر اليوم وزارة الدولة للشؤون الشباب أطلقت مبادرة النموذج الشخصي هي من أحدى المبادرات التي وزارة الدولة للشؤون الشباب رأيتها وحارصة على أنها ترعى هذه المبادرات هي من أحدى من أهم المرامج العالمية لتطوير الشعب لإنشاء مشروعها أو تطوير مشروعها القاهم اليوم مبادرة نموذج العمل الشخصي لريادة العمال هو عبارة عن برنامج عالمي معتمد يساعد الشباب على النهوض بمشاريعهم التجارية بمستوى عالي من الاحترافية من خلال تزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة اليوم وزارة الدولة للشؤون الشباب تحرص على دعم مثل هذه الأولويات والمبادرات التي تنسجم مع استراتيجيتها في مساعدة الشباب للنهوض بمشاريعهم التجارية بمستوى عالي من الاحترافية والوصول إلى المقاييس العالمية لسيما أن الشباب الكويت اليوم أثبت جدارثة في شتى المجالات والميادين فأتمنى كل التوفيق لكل المشاركين تطبيق منهجية نموذج العمل أحدث نقلة نوعية في عمل المؤسسات من حيث الابتكار واكتشاف مسارات جديدة والمرونة في الاستجابة السريعة للمتغيرات المحيطة فريادة الأعمال التي كانت تعتمد التخطيط والتمويل باتت اليوم تعتمد التجربة والتكرار سنة الوسلاتي تلفزيون دولة الكويت